شهدت مدينة العالمين الجديد انتلاق فعليات المؤتمر الدولي العلمي الأول تحت عنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة المؤتمر نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية على مدار يومين وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين وطلاب السياحة والفنادق على مستوى الشرق الأوسط المزيد في التقرير نتابعه مع حضراتكم من قلب مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والمدينة السياحية الرائدة على مستوى العالم انطلقت فعليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تحت عنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين والباحثين في قطاع السياحة والضيافة بدأت فكرة المؤتمر من سنة تقريباً بنجهز له احنا لاحظنا ان فيه تغيرات راهنا على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي في القطاع السياحي كله والسياحة على مستوى العالم واحنا هدفنا الترويج للسياحة ومزيد من الطلب السياحي لمصر طبعاً فاحنا فكرنا احنا ازاي نبص على الأفكار المبتكرة في المجال السياحي على مستوى العالم وازاي ان احنا نقدر نتغلب بها على التحديات الموجودة لفترة دي موجود ممثلين من مختلف الجامعات العالمية سوف يساعد على تبادل الخبرات ما بين الجامعات والمتخصصين واليوم نتناول موضوع تنمية قطاع السياحة وتطويره من خلال الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي والزملائي يتناولون موضوعات التراث السقافي في العموم وخاصة تبادل السلع في اوروبا لأنه موضوع يسر النشاط السقافي بالمنطقة المؤتمر الذي يقام على مدار يومين يتناول العديد من المحاور العلمية منها محور الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة ومحور ريادة الأعمال والابتكار في صناعة السياحة والضيافة من ضمن المجالات الجديدة اللي بتاخذوا مجال السياحة هي مجال الذكاء الاصطناعي وطبعا بيأثر بشكل كبير جدا على مجال صناعة السياحة بنبدأ نلاقي الذكاء الاصطناعي ده بيستخدم في أكتر من حاجة خاصة التسويق من خلال مواقع الانترنت فبنلاقي ان احنا دلوقتي بنقدر نعمل برشايسنج للباكتجز وتذكر الطيران من خلال الانترنت البحث بيكلم عن ايه؟ بيقيس ايه هي العوامل اللي بتأثر على نجيح وتقييم رائدات العمال خاصة اللي بيبددوا لسا يدخلوا السوق بأفقار صغيرة ويبددوا يشتغلوا عليها وينموها بعد كده رائدات الاعمال دول زي ما احنا عارفين مصر بتدعم في رؤية عشرين تلاتة وعشرين رائدات الاعمال بشكل عام فالبحث بيخصهم بالذكر بيشوف ايه هي العوامل اللي بتخليهم من البداية خالص تشجعهم ان هما يخشوا المجال يبقوا اصحاب مشاريع مشاريع دي بتخدمهم بعد كده ان هما يقدروا يصرفوا على دخل البيت والأسرة احنا في مكتبة الاسكندرية بنعمل على قموس احمد باشا كمال هو قموس هيرغليفي عربي فرنسي وفريق العمل ونشتغل على هذا القموس لانه مكوّم من اتنين وعشرين جزء اكتر من تلاتاشر الف صفحة فبدأنا نفكر التولز اللي ممكن الحديثة باستخدام الزكاء الصناعي اللي هي تساعدنا ان احنا نقرأ هذا المعجم وخلال الفعليات ناقش قطاع شركات صناعة السياحة والسفر والفندقة اهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم القدمات السياحية والفندقية لتسهيل حياة المسافرين حول العالم اختيار مدينة العالمين الجديدة لإقامة مثل هذه المؤتمرات يخدم اهداف المؤتمر لتطبيق ابحاثه على ارض الواقع هنا في مدينة العالمين باعتبارها نموذجا حضاريا ومدينة من مدن جيل الرابع احمد الحسيني التلفزيون المصري